وهذه القضية لم تحل منذ سنوات مع هذه المطالب حتى الآن لم يتم إيجاد حلولها طيب مرة أخرى ماذا توصون لجنة ستة زائد ستة؟ نحن لجنة ستة زائد ستة الآن قدم بعض أعضاءها يعني ما تم في بوزنيجا وتكلموا بشكل واضح إننا نحن راه ضروري من التوافق ونتوافقوا مع بعض الآن ننتظر في المسودة ممكن نجينا سبوع القادم بشكل رسمي نناقشوها ومن ثم نشوفه أنت تعرفين أن مجلس النواب سيد نفسه ما فيش حاجة مرزة من مجلس النواب نستطيع أن نديروا تعديل دستوري للرابع عشر ونوقفوا هذه اللجنة ونطلبوا أن يكون المقاعد نفس المقاعد ونفس مجلس النواب أفراد ولا يكون هناك توافق وهذا الاتجاه العام في مجلس النواب مجلس النواب أعلى سلطة في الدولة وهو اللي يضع القوالين والتشريعات فنحن ننتظر فيه ولكن مسألة التوزيع الثروة بالنسبة لليبيين كلهم سواء في بنغازي سواء في طرابلس يعني في مناطق ضواحي طرابلس ما عنده مش مياه في مناطق في الجبل الغربي ما عنده مش حتى مستشفيات في مناطق في الجنوب حتى هم ما عنده مش حتى عقارات لبعض الأمراض فلذلك نحن نتمنوا ليبيا دولة غنية دولة صاعدة تصدر في ما يقارب عن مليون ومئتين وخمسين برميل يومي برميل النفط الواحد يساوي ما يقارب عن تسعين إلى مئة دولار تخلفتها حتى عشرين دولار ما يجنش أو تلاتين دولار وشعب شوية يعني العدد السكان ما يفوتش يعني ستة أو سبعة مليون فلذلك يجب أن يكون فيه توزيع عادل للثروة بالليبين اشتركوا في القناة